يا صباح الفل عليكم في البداية كده كل سنة وانتو طايبين والناس اللي كانت بتسأل عايزين يشتروا ساعة امس فت بالتحديد الامس فت جتي ارتو انا معي النسختين النسخة الرياضية ودي تمنها 3200 جنيه والنسخة الكلاسيكية ودي تمنها 3500 جنيه لو انت بتفكر تشتري ساعة زكية خاصة عن امس فت جتي ارتو خليك معي لنهاية الفيديو دوت لان انا ها اكلمك عن كل تفصيلة فيهم زي ما قلت لك سعارها دي 3200 جنيه دي 3500 جنيه الفرق ما بينهم اللي دي بتيجي بستراب من السيليكون او اللي بقولوا عليه رابر ودي بتيجي من استراب من الجلد بتيجي من استراب من الجلد بالاضافة ان الاطار هنا او جسم الساعة هنا بيجي من الالامونيوم اللي لونه اسود ماضفي تمام انما هنا جسم الساعة في الساعة التانية مختلف شوية وانا حاسه شيك بيجي من الاستلس اللامع كده هو استلس لامع والله دي ازواء يعني فيه ناس بممكن تحب اللون المقفول الاسود وفيه ناس بممكن تحب اللون الاستلس لبس انا معي الساعتين وبغربهم بقالي 3 شهور انا ميال الاستلس اكتر بغض النظر عن الشكل لكن الاتنين تصميم واحد خلاقيا كده نتكلم وندردش مع بعض في الساعتين تعالى الاول كده نستخدم ان نتكلم عن تصميم ساعة امس فيتش تي اردو في الحقيقة الساعة كده للوجهة الاولى مجرد ما تبص عليها تحس ان شكلها شيك كده هوت وملفت للنظر الكلاسيك منها بتيجي باطار من الاستلس اللامع زي ما انت شايف زي ما انا اتكلمت كده هو واستراب من السيليكون سوري الكلاسيك منها بتيجي باطار من الاستلس اللامع واستراب من الجلد انما التانية بقى اللي هي النسخة الرياضية بتيجي باطار من الالمونيوم والاسود المط والاستراب من السيليكون الساعة حجمها كبير شوية بيوصل لحد 46 ملي عشان يخليك تقدر تشوف عليها كافة التفاصيل ودي بالنسبة لي بصراحة عجباني جدا ان انا بقدر اشوف عليها كافة التفاصيل لان حجمها عجبا مش بس حجم كبير مميز انما سمك الساعة نفسه نحيف وسمك الساعة ده ميزة ان الساعة تبقى نحيفة في ايدك ده بالنسبة لك بيكون ميزة قوية جدا ما تبقاش الساعة شكلها تخينة كده بقيه بنا ما حبيهاش بصراحة تصميم الازرار نفسه كده تحس ان امسفيت كانت مركزة فيه حاسه ان هو كده فنسيا باية ظريفة الزرار الاول دوت بيدخلك على المينيو الاساسية بمجرد ما بتضغط عليه بيدخلك على المينيو الاساسية عشان تتصفح كل حاجة في الساعة زي ما انت شايف انما الزرار اللي تحت ده بقى الجميل ان هو بيقى كاستمايز دي يعني انت اللي بتختار الوضع اللي عايز يكون عليه وهنا امسفيت بتلعيم زبطه على وضعات الاوضاع الرياضية بمجرد ما بتضغط كده بيفتح لك قول الاوضاع الرياضية ممكن انت مسلا تكون بتقس نسبة الاكسجين كتير اللي هي الاس بي او تو فانت هتروح عامل ايه تخليه على قياس نسبة الاكسجين بمجرد ما هتضغط ضغطة واحدة عليه هيجيب لك قياس نسبة الاكسجين تمام اه تصميم بتاع الساعة نفسه منحني كده هو سري دي سري دي ان الساعة بتكون منحنية من الاطراف طيب دي بس تفاد بها ايه بتحس ان الساعة كده فعلا هي عبارة عن قطعة واحدة كده مش مش مكونة من جؤزين او تلاتة ويعني ايه لحد ما بيديك ارياحية في النظر اه ليها يعني حاجة جميلة بقى من الحاجات اللي عجبتني في شركة اماسفيت هي تقدر تقول عليها الديورابول او متانة التصميم شوية لان انا مش اشتريش ساعة عشان تصميمها مميز بس لكن انا معرض ان الساعة تقع منت الكسر معرض ان الساعة تقع منت الكسر فا اماسفيت هنا قالت ان هي حط عليها طبقة حماية اللي هي مصنعة من معدن الالماظ اسمها طبقة حماية الكربون البصري تبديلها تفيدني في ايه فعلا بتكون قوية جدا يعني انا جربت ان انا اخدش الساعة باكتر من اه لا لا الموضوع مسهل زي ما انتم متخيلين بتتحمل كتير خاصة ان انا استخدامي صعب شوية فالساعة بتتحمل للنهاية الشاشة بقى المصنعة منها الساعة هي شاشة من نوع اموليد كلنا عارفين ان الشاشات الاموليد اللي في الموبايل دي شاشات لطيفة جدا فعلا شاشات قوية جدا من اقوى الشاشات اللي موجودة في الموبايل من اقوى الشاشات اللي موجودة في الساعات لان هي بتديك الوان كده ورزليوشن واضح جدا زي ما انت شايف خاصة في اللون الاسود خاصة في اللون الاسود بيبقى اللون واضح جدا ورزليوشن قوية جدا مش بس الشاشة الامل ادي حجمها واحد واربعة من عشرة وكمان الساعة فيها 326 بيكسل عشان تقدر تشوف عليها كافة التفاصيل تعالوا بقى نخش بقى في صميم المراجعة ونبدأ بحاجة لذيذة جدا كده اسمها الواتش فيس ايه هي الواتش فيس دي يا صديقي؟ ان انت تقدر تغير التصميم الداخلي بتاع الساعة زي ما انت شايف يعني انا التصميم الداخلي بتاع الساعة نحطه كده هو عبارة عن سيم او وجه ساعة مكوم من اربع اركان لا ده انت عندك بقى الجميل ان اما سفيت هنا بتوفر لك على الساعة اكتر من 55 واتش فيس تختار منهم اللي انت حايزه اي واحدة تعجبك تروح حاططها اي واحدة تعجبك تروح حاططها كمان انت ينفع تحط صورتك وليكن زي دي انت ينفع تحط صورتك كمان كووتش فيس او كخلفية مش بس كده الجميل برضو ان اما سفيت مخليات تقدر تعدل على الخلفية نفسها يعني انت لو في حاجة عجبك مثلا يعني انا عجبني السيمس ده بس في حاجة مش عجباني فيه قدر اعدل عليها تخش على ايكم بتاعت التعديل دي وتقدر تخدلها تخليها مثلا دي تتراك مثلا برنامج البي اي دي تتراك حاجة تانية معينة مختلفة خالص ده بالنسبة الووتش فيس والجميل بقى ان اما سفيت لغاية دلوقتي محتفظة بيها انها تكون free لان بعض الشركات التانية كلها خليتها بفلوس مفيش حد فيها تقنية بقى من تقنيات اللي عجبتني في الساعة دي اسمها تقنية الاروز on display او الشاشة المؤقتة بمعنى انك بمجرد ما بتضغط على الساعة كده وتقفلها بيظهر لك شاشة مؤقتة زي ما انت شايف كده شاشة المؤقتة دي بتظهر لك الوقت والتاريخ وبتظهر لك اليوم وليك انك تختار بقى اكتر من خمسين شاشة مؤقتة ممكن ناس تحب الشاشة المؤقتة بتاعتها تكون digital كده ناس تانية تحب ان الشاشة المؤقتة بتاعتها تكون analog دي خاصية زريفة جدا يعني حتى وانا قفل الساعة لشاشة المؤقتة دي شغالة وفعلا زريفة جدا يعني نقطة بقى من الناس بتتكلم عنها هي تغيير الاستراب لا ده تغيير الاستراب بقى سهل قوي تغيير الاستراب هو عبارة عن قفل موجود كده هو انت بتغيير على الافل ده وبتشالي الاستراب وتحط اي استراب تاني بقى في استرابات بقى معدن زي استرابات مثلا لناس بتستخدمها زي زي حموبيكا والناس دي في استرابات سيليكون في استرابات رابر الاسترابات كتيرة جدا واستخدم فيها اللي انت عايزه تمام؟ وخلينا بعد اما تكلمنا بقى عن نقطة التصميم ان الشاشة حجمها كبير الساعة حجمها كبير من نوع اموليد مكونة من معدن الالمونيوم هنا ومكونة من معدن الستالستين هنا وفعلا هي الساعة ظريفة جدا تمام؟ طيب الجزء التاني بقى الريودي او الجزء الصحي للناس بتسأل عليه هو فعلا هيفرق جدا لان الوظيفة الاساسية للساعات الزكية هي متابعة صحيتك يعني عامة من الحاجات بقى الانظمة الصحية الجميلة اللي حطاها اماسفت هو نظام تشبع الاكسجين في الدم اللي هو ده تمام؟ الجميل ان الساعة هنا بتقسلك نسبة الاكسجين في الدم والى حد ما انا جربتها مع الاكسومتر الجهاز الطبي تقريبا لقيت ان النتيجة الى حد ما بتكون واحدة مفيش اي اختلاف تقدر تقس بها نسبة الاكسجين في الدم عشان تتطمن على صحتك عشان كورونا لان لو الاكسجين تحت 95% تعرف ان انت عندك كورونا المفروض الاكسجين ده بيكون من 95% لحد 100% كمان الساعة بقى در ايس بها هنا اللي هي الحتة بتاعت الهارتريت او معدل نبضات القلب جميل جدا الحتة دي بتقسلك معدل نبضات القلب وبتجبها لك بشكل دوري وكل ارقامها صحي مفيش اي مشاكل تمام كمان الساعة هنا فيها حاجة اسمها المراحل جودة النوم بتخش على دي وتفرق لك ما بين جودة نومك بمجرد ما بتصحك كده هوت بتقول لك والله انت بقى لك نايم نومك دو تعديدش في تلات مراحل وكل مرحلة فيهم كانت عاملة ازاي تمام حاجة تانية جميلة جدا من ضمن الانظمة الصحية اسمها الاستريس ليفل دي او هي نسبة اللي بنون عليها الاجهاد والتوتر عشان تقدر تحافظ على صحيتك حتى لو كنت في اعلى مرحلة من التوتر الساعة بتفهم الكلام ده تمام حاجة بقى جميلة عجبتني من ضمن الانظمة الصحية اللي عاملها اماس فت هو نظام اسمه البي اي النظام البي اي ده او نظام التقييم الصحي الشامل نظام التقييم الصحي الشامل دود وهو تقدر تقولها ليه عبارة عن زكاء اصطناعي موجود جوا الساعة بيلم جل الداتا بتاعتك اه اللي الداتا بتاعتك دي اللي هي ايه اه العدد الكلور اللي حرقتها نسبة الاكسجين دقات قلبك اه بيحل البياناتك دي وبيديك بعض النصايح بقى عشان توصل بسهل بسحيتك يعني ايه لحد ما لحاجة افضل ده برنامج البي اي بقولك انت النهاردة الترجمة اليوم عملت منه تلاتة في المية التلاتة في المية تقسيمتهم كزا تمام كمان الجميل هنا بقى ان امس فتل الناس الرياضية هتطلق اكتر من تسعين او حوالي تسعين وضع رياضي عدتهم لقيتهم تسعين الناس بقى اللي بتلعب رياضة الماشي رياضة الجاري اه رياضة في الجيم رياضة التريدميل في الجيم الناس اللي بتلعب اه رياضة السباحة الناس اللي بتلعب اه رياضة الغطس كل ده هتلاقيها موجود جوا ساعة اي رياضة عايز تلعبها هتضغطها ويطلب منك ان انت تفتح ال جي بي اس هتفتح ال جي بي اس وهيجيب لك كل تفاصيل رياضك زي ما انت شاهد. وفعلا هي من ضمن مشاكل الساعات الزكية ان هي احيانا بتعد خطوات وانت ما تحرقتش. لا المشكلة دي مش موجودة خالص في ساعة تمام? اه كمان الساعة هنا طبعا زي ما انتم عارفين هي 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 اه فيها ميزة صريفة جدا وكل الناس بتسأل عليها ان هي الساعة مقاومة المية اه الساعة هنا مقاومة المية لحد خمسين متر بالزبط. يعني تنزل بيها اي نوع من انواع المية ما تقلقش. هي الساعة مفاش غير فتحتين بس فتح هنا سبيكر وفتح هنا سبيكر والمية مش بتتخلل جواهم نهائي يعني. تمام? اه سؤال طبعا من ضمن الاسئلة اللي الناس بتسألوا اه هل الساعة قدر رد بيها على المكالمات? اه طبعا من خلال كده موجود خلف الساعة هتقدر ترد على المكالمات بصوت واضح نسمنا من دي. من خلال سبيكر موجود خلف كده خلف الساعة هتقدر ترد على المكالمات بصوت واضح ونقل جدا. بصوت واضح ونقل وتسمعه. يعني لو انت ساعة عربية كمعلم ما تقلقش لو حد كلمك او حاجة هتقدر ترد على المكالمات بكل سهولة. مش بس كده. دي كمان تقدر تخزن عليها اغاني لان الساعة هنا فيها مساعة اخزانية تلاتة جيجا. تخليك بقى تسجل اغاني كتيرة جدا حتى لحد متين اغنية يعني لا مندمن الا اغاني اللي انا حدطها هيبص بصوت الساعة حتى عاليا زي ما انت شايف. براحتك بقى حط اغاني كتير جدا يعني لان هي مساعة خزانية عايز تسمع الاغاني من الساعة معلم يسماحك. عايز تسمع عايز تسمع الاغاني مسلا من السماعة بتاعتك وليك انك تتعلي وتوطي في بتاعك. عايز تسمع الاغاني من السماعة بتاعتك وصلها بالسماعة لان هي بلوتوز واسمع بقى اللي انت محتاجه. طيام قصدي? دي نقطة حلوة برضو في الساعة. يبقى هنا الساعة فيها اتنين سبيكر تمام? الاسبيكر دو اتبقى اتبقى اتسمع منه الاغاني والاسبيكر التاني دو اتبقى 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 اترد منه على المكالمات. فيها بقى امازون لالناس اللي بتحب الاوامر الصوتية لو انت معك قبل وبتكلم سيري يا سيري عمليلي كذا 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 فيها حاجة اسمها امازون االكس شبيهها بسيري كده. طيب لان الساعة فيها زرارين هنا فانت لازم هتلبسها لازم يكونوا الازرار من برك كده عشان ما يحصلش احتى تكاك ما بينك وما بين ايد الازرار. طبعا لو لبستها في ايدي الشمال تمام في ايدي اليمين هبقى لقبسها غلط. انما اماز فتعة ما يتلق قصية هنا كده زريفة جدا اسمها روتوتيبل سكرين. تخش عليها وتقدر تغير منها اللي انت عايزه. ومن ضمن الحاجات المعمولة في الزريفة هي حاجات زريفة. والوزرد هنا بتجيب لك حالة التقس وفيها منبه وفيها كل حاجة تقريبا. حتى لو انت برضو اخد بالك انت حتى لو قررت انك تقلع الساعة الساعة فيها باسورد. زي وزي الموبايل بالزبط تقدر تعمل لها باسورد. الناس اللي بتسألني بقى هل الساعة بتدعم اللغة العربية اه بتدعم اللغة العربية زي ما انت شايف كده انا جالي كازا حاجة باللغة العربية هي بتدعمها وكمان بتدعم الانيميشن. للناس اللي متخوفة قال لها يا ساعة امس فيه بتدعم اللغة العربية اه. وبتدعم كمان لو عندك انيميشن او حاجة. بس هل اقدر لو جاء لو عندي مسج على الواتس ايب او على التليجرام او على اي حاجة اقدر رد عليها? لا. لو جالي مسج اقدر اسمحها? لا. هو انت تقدر تقراها فقط لغير. مش بس كده طبعا كمان الساعة فيها حالة الطقس. لو انت عايز تعرف الطقس يا معلم تقدر تعرفه من خلال الساعة نفسها. بيقولك ان درجة حرارة الجو النهاردة قد ايه? وعلى مدار اسبوع كامل بتكون درجة حرارة الجو عاملة ازاي? بتفيد الناس اللي عايزة تعرف حالة الطقس يعني عمتا زي ما انت شايف كده. تمام? اه كمان الساعة فيها اه منبه. لو انت عايز تزبط المنبه على الساعة هو مزعج شوية وسوط ريخم. بس هو منبه فعال يعني. تمام? اه زي ما انت شايف كده تعالى تصفح فيها فيها تقريبا كل حاجة احنا اتكلمنا عنها وفيها برنامج جدا والسيتنج بتخش عليها فيها حاجة اسمها تغير براحتك وفيه النيتورك اه وفيه فيها اكتر من حاجة وفيها كل حاجة. اه والبطارية بتاعة الساعة دي المفروض ان اما سفيت بتقول ان هي بتقعدها اربعتاشر يوم لان هي ربعمية اه واحد وسبعين ميلي امبير. بس للاسف البطارية انا كاستخدام عادي البطار معايا من من تسع لعشر ايام يعني. من تسع لعشر ايام. يا فعلا الساعة تصميمها عجبني وفيها كل حاجة. الفكرة ان انت لو قررت انك تشتري ساعة بكل الامكانيات دي من اي شركة تانية يعني مثلا وليكن هواوي وليكن سامسونج هتشتريها بالمستريح مش اقل من خمس تلاف جنيه. انما امس فيت تقريبا هنا اديت لك كل حاجة انت عايزها في السعر دوت. وكمان انا عايز اقول لك دي طبقة الحماية بقى يعني انا دول الساعتين ومش خايف عليهم. طبقة الحماية بتاعتهم من ضمن الحاجات المميزة جدا في الساعة. تمسح مفيش اي حاجة. تمسح مفيش اي حاجة. بس يا رب اكون في التقو للناس اللي عايزة تشتري امس فيت جيتي ارطو لو في اي سؤال تقدروا تسألوني في الكومنتات. شكرا. شكرا. شكرا.